بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين ورحبا بالسادة المشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات المرة السابقة صححنا بداية سورة المرسلات اليوم إن شاء الله الشباب هيصحح عن طريق القراءة والتصحيح فنستسمح حضراتكم باستحضار المصاحف للمتابعة معانا وبنذكر بالرواية التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل وإحنا من وقت للتاني بننبه إلى ما هو المقصود بقصر المنفصل يلا بقى اللي حيقرأ ابتدي عبدال ويل ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يلا يا سيد ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركع لا يركعون يلا يا حنين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ده سؤال إيه؟ سؤال لازم يبان سؤال استنكاري دول على أحوالهم فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون جميل يلا يا شروق ويل ويل يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم قليلا إنكم التنوين حتظهر لوراء حرف من حروف الإظهار الهمزة كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يلا يا آدم ويل ويلوا يومئذ للمكذبين ويلوا يوما إذل ويلوا يومئذ للمكذبين هنا ده أدرام بغنى ويلواig ويلوا يومئذ يومئذ للمكذبين والثاني اضغم بدون غن وَإِلَى يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ يلا يا أستاذة ماريا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِرْقَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِلَى يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ يلا يا أنس بقى وريني كده فبأي حديث بعده لا 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 زعلت أنا من حديثم وروح تقفل لي بقك فبأي حديث بعده بس ما تفتحش وعنين تقفل هي تفتحها تسيب الفرجة دي حديث حديث فبأي حديث بعده يؤمنون إيه الجمال ده إيه الجمال ده طيب يلا يا سرسورة ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم بغنى إنكم مجرمون 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 ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين آدم فبأي فبأي حديث بعده تاني تاني أنا جايبك ليه هدي مخصوص قول فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث ما تقفلش شفيف أي وفي فرج يعني في فتحة صغيرة شرع رفع من الإقلاب فبأي حديث بعده يؤمنون يا سلام عليك يا سلام إيش شطاردي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين